روك عرب الجزائر وتونس إلى نصف النهائي الجزائر بيحقق فوز مهم جدا على حساب كود ديفور بركلات التريح ويصعد للقاء نيجيريا في مواجهة عنيفة جدا يوم الحد تونس قبل قليل أوقفت مغامرة مدغشقر بكل وضوح وبكل صراحة وسلاسية نظيفة نصور قرطاج أيضا يتأهلون إلى نصف النهائي باشماندس عشان يواجه السمغال شوف احنا ابتدينا بنقد حاد بالترتيب كده لأداء تونس ثم أداء مصر والإشادة بالجزائر ثم المغرب تونس حتى هذه المباراة لم تحقق ولا فوز أربعة عضلات واستطاعت أنها تلملم نفسها وترمم نفسها وأنا توقعت بقى أنها اتسحبت هديها في دور الأربعة هتلاقي مين؟ تونس مع السنغال في كل الأحوال النهائي هيتلاعب في النحية الثانية الجزائر وناجري أحدهم إلى النهائي لا هم دا أكنوا النهائي المبكر يعني المنطقي لو كان سيلتقي مع بعض إن دا النهائي وأخذ بالك لا وأنا من هنا بقول قد تبدو أن هذه مؤشرات لصالح الفريق التونسي يعني إنه يجد نفسه في دور التمانية وهلم يفوز بأي مباراة وفي موجهة مدغشقر ثم يتجاوزها بسهولة إلى الدور النهائي حيلعب السنغال يعني تم تقول لتونس عندك الجزائر والسنغال وناجري تحب تلعب مين؟ بالتأكيد حيلعب السنغال فحظوظ تونس دلوقتي أصبحت قوية جدا والنهائي له حسابات تانية الجزائر وناجريا مباراة لا يمكن توقعها وإن كان ما زالت الجزائر صاحبة الأداء الأفضل في البطولة